اشتركوا في القناة 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 الحقيقة اخذها برشة فرص حانا معا سيلو مومو بشيخ يعني بشي يعطينا سنوي ناجم يقدم للمنتخب سينو بشي يفقد المكانة متاعه كما فقدها في السابق السخيدي اخر 10 ماتشوية تلاعب فقط 3 ماتشوية 90 دقيقة الباقي اوكي ياخو وقت متعلاعب 3 ماتشوية 30 دقيقة مثلا لعب اخر ماتش 90 دقيقة الماتش اللي قبله 17 دقيقة الماتش اللي قبله 73 دقيقة باقي اوكي خاندي اخو تعليقك شنو قراءتك اليوم فم ملاعبية مثلا نجدد في المنتخب كما حازم مستورية الباقي الحمري تشوف نرجموا يخذوا فرصة في الماتش كما هكا وقالا مشيوا فقط باش نكاملوا بهم اللي ستو بوكي سيكو يسير معنا اكيد بشي يخذوا فرصتهم بوكي الجوز ملاعبية ذوما اللي قاعدين عاديين رندما في فريقهم وشوفنا إذا اللي قبل الكنوكاسيون معتا مع الكنوكاسيون رينا حازم المستوري كنسجل هدف ذا دنيا دي السفيقسي كيف كيف ربيع الحمري ذو اللي حاجة معتا للملاعبية على الموتيفاسيون ماتش لحقيقة انا نقول قايس الياقوبي معجب بحازم المستوري ما رقلية اليوم انا نقول حازم المستوري يعطاه بيه الإقزام بالقايس الياقوبي يقول لك كان في فريق صغير انا نقول له حازم وكأنه نحكيه على جهور فنت كارييرو كمر كارييرو اليوم نحكيه على حازم المستوري معناتا انا نقوله حت سقيك في القاع ما زلت ما عمل شي خاطر الكلامة ذا يتقى يقول لك النجاح متاع اللعبة ذا معناتا النجاح يقول لك بديه بجمعية صغيرة واليوم صحيح في جمعية كبيرة اتحاد رياضي من مونستيري ما يتبقى ديما حازم سقيك على القاع ما زلت ما عملت شي انتي ما زلت صغير 27 سنة احنا مضابينا الروح مش اليوم اول دعوة متاع المنتخب اليوم بش نحكيه قصة نجاح متاع اللعب لا اخوة مازال اللعبة ذا ما عمل شي احنا كم لعبية ديما نغزروا يكونوا حتى قد ما تعمل قد ما تكون ما عمل شي احنا مضابينا شوفوه في فريق اوروبي يستير كل شي اتبقى احنا بقى سنين ما قيناشا كل هدف وكل كما نقوله كل كاليتين معتا اللي عنده القوة البردانية ان شاء الله في الماتش اذي اثبت حازم مستوري ميتبقى على المباراة اسلام نرجع لك اليوم يذولي منتخب يذولي رينيه اسفوار اليوم مع قيس العقوبي خاطر فما روح جديدة فما جواريت جدد اسفوار كيفاش الامبيونس كانت قبل المباراة اذي ورينا معناتا قيس العقوبي كان في معناتا في اجواء في التمارين يقولك جبت شكوب جبت الرمي معناتا حاسيتا كأنه يحب يدخل ملعبية في الجو اسحيح اليوم ما فلماش فيرجيني اساسي ويوسف المساكني شنو بشي يعمل المنتخب مع فريق الحقيقة هو موش شلع في ارضية ميدانو ديما معتا في الضيوف ومتاعو ديما تكون مباراة صعبة ان شاء الله احنا شنقوله مباراة اليوم بش تخليك تحط سيق للكاليفيكاسيون كوبدافريق انا نقول للملعبية هذه الماتش مشي تلعب على تسعين دقيقة تركيز مهم في المباراة هذه خاطر تعرف اليوم زوز مقابلية النقطة بحسابها من اساويش المنتخب التونسي مازال عنده شانس في رادز ديما ان شاء الله الولادي اثبت وذائب من الكلامي ان شاء الله نعوده اقل حاجة نعوده بانتصار من غاديك ان شاء الله بي فقط تبع الكلام اللي كنت نحكي وفيه تأكيد لقناة قبيلية كبنجرداني نرافذ تأجيل المقابلة فما بيان هبطة اتحاد بنجرداني فيه اما بعد فان جمعية اتحاد بنجرداني تطلب بكل لطف ورابط الاحترام موعد استقناف البطولة 23 و24 الشهر الجري وذلك في ادارة الجولة التاسعة لمرحلة الذهاب ويأتي هذا الطلب بسبب بسيط وهو حفظ حقوقنا رياضية ومزيد تكريث مبدأ تكافؤ الفرص وشكرا به هذا اكتب هؤلهم مروينة مروينة جايبينه مستكرة بليل نكامل نحكيه على المنتخب ذهلي المنتخب اليوم نجم نقوله فيها اذا ما نجيبوش 3 نقاط من الزمات شويت اظهروا ما نرشحوش الكانا صحيح هو المنتخب الوطني ما ما عودناش خاصة في في كاس فريقيا ما عودناش وانو في التصفيات نرقوا صعوبات الحقيقة المباريات متاع جزور القمور الزوز حاطونا شوية في وضعية صعيبة لكن انا كيما كان يقول الكوتش ثابت جسوي ما انت تتفيد اكار معاه فما مشكلة متاع امبيونس في المنتخب الوطني يقول لك الملاعبية يكون نعب ناجع في فريقه ويكون عاتي مرضو طيب في البندسليغة وفي كذا وفي كذا وفي فرق تلعب في الكؤوس في الاوروبية وكذا يجي لتونس نقوله الملاعبية اذا ما عطا شي ما يعرفش عبالباس تعاوضت مع بعض الشملاعبية تعاوضت مع بعض الشملاعبية فما بروبلم دونبيونس انا نقول لك وقلت اقبل معاك الهنا اسلام قلت وانو المنتخب الوطني حاشته بشوية اكثر احاطة واكثر يلزم يدخلهم في الجور او يلزم فما يكون يدخلهم في الجور او يلزم فما يكوني وقت ذاك عليش انا مثلا طول كيمكن يحكي توتيج جسيتوتا في دكرة معا في حكاية القيس العقوبي شفنا على في وسائل التواصل الاجتماعي برشا تهاكم على قيس العقوبي وكيفاش حكي على البرد بالعكس اللي عملوا قيس العقوبي هو في البسيكولوجي متاع يخلق في يوم بيوم سيخنت يجيب ملاعب يكان يلعب عنده نهارين يلعب بشي مشي اللي في لافريك ديوسيتش يعمل في واشت عفناش نساعة تزيد تحكي معاها كان كورا كان كورا انا كنت عاضي في اللونترينموها ذي كان حس معاش الجو معاتها مشكلة عادة بنتائش خلايه الجو مشكلة عادة هو هو كيانو يحاول يخلق نوع ملاعب يحاول بسير شوف راو المنتخب التونسي تحب ولا تكره اتعدى من فترة قبل اكتوبر 2023 التوى اراو كان معناتها كان عنده ثوابت تحبو لا تكره كان عنده ثوابت كان بالبيه وبالخائب كان عنده ثوابت كان تفمى ناس كنين نحكيو على سيح حسين جنيح كان معاهم حسين جنيح عنده اربع سنين اليوم المنتخب اللي هو تنقروا ما معاوش حسين جنيح صارت لفتر هذي حتى في فترة ترأسي هنا لجل المنتخبين اراو عندها مباكت الجواريات كان ابحضهم حسين جنيح يحكي معاها عنده مشكل عنده كذا يفدلك معاهم اللي بيش يخرج كذا اراو الجو فس الراحد مهم ياسر انا معناه في وقت ملوقات اا ضحك وهاكا شوية وكذا ويلعب عام في البلايستيش اراو في وقت ملوقات لزم المسؤول يقرب للحطر وكذا ما تحبش تلعب لزمك في وقت ملوقات تقرب للملاعبي بيش يحكي لك مشكلته بيش تنجم الدخل في الجو وفمسعات ملعبي يجيك منبوذ من المجموعة وصارت مغير ما نسميها سامي فم ملعبي يجيك منبوذ يزمك تدخل وانتي كذا اراو الامبيونس اللي تريز امبورتونت اينا الراحة ما تتخممش كان في الوتيل السنكتوال ولا سامي وجيبت فلان وجيبت فلان وجيبت فلان مستوري اجل كذا كيفاش تخلق لحمة ما بين المجموعة هذي اراو فيما فرق ما بين منتقب وطني وما بين جمعية جمعية فريق عنده تسعة شهور يلعب مع بعضه يترانيو مرتين في النهار ما بعضهم يباتوا ما بعضهم يرقدوا يفتروا ما بعضهم وفم فرق ما بين مجموعة تبدل في اربعة خمسة ملعبية وتلمهم مرة في ثلاثة شهر راو سي تريز امبورتون وانك تجيب عبد اللي ناجم يجمع حلو انا كما كنت نحكي لك في زوز مقابلة تظومه كنت ناجم فيه حتى انوصين جوير جيب حتى قيسر يعقوبي بها برشة اللي يعمل فيه راو سي لبلان مانتال الماتشويته هم يتربحوا وما يتلعبوش نلعبو بش نربح واحد شي احنا قادين في المنتخب وكبنش نربحوا راو مش منتخبات التاعات التسعينات كن نربحواها ربعو ستة وثمانية ما عادش قادين نربحوا واحد شي مانا سدي دي تاي اللي يربحوا فيك في مقابلة وهو فنيين موجودين تخادين ربعو سرد دي تاي مانيش قادين نغفصوا انترقيميه في الجمعيات معنى في المنتخبات لذلك يجب ان تتعلم اتنسيون على الكوتين هذا الانتغرسون تعلم اللعبية والانبيونس في المنتخب راي مهم ما برش كلم يليل صحيح راو اسليم راو كيكون عندك مسؤول كما قال لك واليوم كي تجي تشوف الاجواء اوهم حاجة اليوم في الكورة راوك لازم لازم اللعبية تكون لحماة واحدة وكأنه اليوم مساجي ويوري فيه قيصر يعقوبي تحسوا واحده يخدم في الإكيبراسيونال كأنه هو ياخد الانترنور ياخد المسؤول وظاهر انا حسيت معنى الكليم الي خرجوا متاع لي برشي ولك الشكوبة ورمي وكاذي وكاذي خيباسيون نحنا كام لعبية فيه اللعبية خيباسيون نلعبوا في الشكوبة ونلعبوا في الرمي وطفرش ايه ميعرفوش لعبية وشوف تتعدى ايه خطر عمين ميعرفوش مش في بينهم انت كتا طلع تحكي عالكورة وطلوا الطبلوية وكأنهم يحكينهم هالخسام حليم انا مرة رحلة لامريكا اتفرجت لاثة فليم يمكن ورقت وقمت مرتين وما فيتش الرحلة مدو برشي طويلة برشا مدو برشا طويلة لازمك تعدى الوقت كانت شوف الافريك دي سوت تعمل السورة في اليفولس بي سوت تعمل اسكال في اه شي اسمها بلد ازي كيل اه اه تشات جمينة مطار ما فيهوش حتى دبو زمير ايه خطر عمين روح عذيب روح عذيب نعم روح عذيب بليل ما فارف سامحلي مختار مو ازمة مولا للشعب يخذات اه كل البلد ايه سامحلك استهتار زخيط في الكلمة متباقى نحنا كم لعبية رانا حلين عينينا عبو شكبة ورمين نعم يسوي نعم نعم占بال حتى البرشي لامو علية اه تاكتيك شكبة ورمين تليف ليش عمي ايه ايه اه ما مايعرفش ينجيلة متاع توا توا شكبة موجديا في التليفون طويلة ايه طاويلة ماشي فيجنوب افريقي مش نيزي بياسو معايا ايه وما يحسب بالحق السيد بيليل فوذيلي اللي يكونوا حتى كيلا معاهم هم بلاي يخليهم يربحوا على المرالم تعجيري يطلعشي خبزة يطلعشي خبزة في البلاي لا ما يربع شوه بتبيعتوا سألهم ينتاج شددهم أنا سنقول هنا القيس العقوبي الكن يظلي ما فماش عبد ما باركش للليستة بعض الانتقادات لكن مش كيما الانتقادات اللي صارت مع فوز البنزارتي أنا في بلاس القيس العقوبي كنت تجوان وكنت نتفرج وصيري سرتارة وعندي أفكار ولا ما بادة ما نجمتش نفرضهم على فوز البنزارتي صيرو عنده جوارات لو كان يقول لك أنا جيت البنية في مالجزو القمور ما يعبتوش أنا تعرفش نحب قيس توا الفكرة اللي حتى هنا في الجوارات اللي استدعاهم يتبقها في التيران العيدوني يستحق بش يقعد البنك يقعد البنك مش على رسوليش كما قلت الحقيقة مرناش العيدوني متاع الكوب دي موند كل الذك اللي عيدوني وقتل يتاكله الجمهور عايت قلهم عايتهم مازلنا تخيقتي اللعب هذاك العيدوني اللي حاشنا به ماكش العيدوني هذاك نجم راك ترتاح وتتفرج وتعملون كادمور جوارات أنا حاشتي بقيس العقوبي يعطي روح جديدة خلينا أخويا نحن راو المنتخب نحبوا الروا كيما جمعياتنا جوار اللي مش ناجح يقعد يتفرج كما اللي منعش هنا را مثلا را مثلا الحاج متاع المستير هاد المستوري هادية يسحق يكون أفنسانتر أول كنفوكاسي هابتوا أفنسانتر حاج محمود يقدم فيه ممتاز جدا فريقه الأول في سويسا نحبوه في البراتيك مش عايتن نباشروا نفس السام اللي موجودة قادة تكور مختار خرج موضوع في الساعات الأخرى خاص بالنيد الأفريقي متعلق بالحارس أحمد العبيدي اللي فهنا برشا كلام انه فمات ساياة المحاول عاوت والأفريقي خاصة بعد إصابة موعز حسن وكيف كيف إصابة غيث اليافرني معنا بالتليفون من فرنسا أحمد العبيدي الحارس السابق للنيد الأفريقي واللي العب أيضا في منتخبات شوبين مش ناخذوه معندو الحقيقة واللي ساير بالضبط في الساعات الأخيرة أحمد أهلا بك ثلاث لهم أهلا بالضيوف ومرحب بيب الجميع ومتابعي سفورميكس شكرا لك أحمد باي خرج اسمك برشا الداوي في صفحات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وانا عندي معلومة خاصة نجمع قول حتى حصرية انه هيكلت خيرة اسناد للفريقي يسأل عليك ما قلتش صال بيك ولا لا لكن يسأل عليك وعلى وضعيتك خليني ناخذو من عندك انت شنو شنو اسواه في الساعات الأخيرة ويمكني يتعاودتك للفريق بيبل كبير خطر خرجت من بيبل صغير كما نقول له نحنا تربيت فيها جمعيس وسني شوية شوية كليم لحقيقة لاكلم مكلمنيش حتى واحد الوقت نزيل ما كلمنيش حتى واحد وانا خويا قاعدنا طاول عيني اللي خرجت من الكلب سنيت خويا قالوا اللي قاعد استنى 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 على ما كلمني حتى واحد خويا ملينا في تونس خويا قصد تربي الفرنس قاعدتها عامل كوتش بريفي. ونحن لم أفهم شيئا من هنا. هناك رائحة في الكليب. صاحب صاحب في جامعية. هناك جامعية إن شاء الله. هل تفهم مع جامعية غادي في فرنسا؟ نعم إن شاء الله. أنا حتى كنت فهمت. حتيت على جنوب. قلت دعني نستنع للكليب. كم الجامعية. رغبتك أنك تكون في الأفريقية في الظروفة كذلك معناها؟ نبيع. نرجع ونعاون جامعيتي. لفتر تمنيت نلعب فيها. أنا قلت لكي تفهم مليونة صغيرة. ملعبت حتى ماتش أنت أحمد سينيور ها؟ نعم ملعبتش. أنت الوحيد ظهر لي ملي جاردين الكل. ست سنين سينيور ملعبتش. حتى ماتش. حتى ماتش. ماتش عميكال ولا الزوزة. هذه الأشياء الأشياء التي لم أفهمتها. سوفيني وفي الراحة. كيف تفسر وأنت أحمد. لكي تصنص كل نعفوك في المنتخبات الشبين. تقريبا كنت الحارس البرز. في الأخر جاء اليس الديمرجي. لكي تصفية الأولمبياد وقتها. تفكر ما ديما كنت بارس. خاصة مع ميكال الكنزاري. وأساسي في المنتخبات الشبين. تقريبا في العبيد الطبع. في الوكلية الكوية. لا تكره. لا أردت أن أحد يكون يديد الزماعي. لا أردت أن أحد يكون يديد الزماعي. لا أردت أن أقول لي. لا أردت أن يكون يديد الزماعي. لكن بالعكس. بالعكس. أنا أعرف روحي. وفي التيراثي. وفي النطر الموكي. وفي الوقت. نأتي حاضر. وكل شيء. سأتعرف. مم. مم. لذلك. تأكد أن إذا لم تتحدثك على أحد. وأنت مستعد. مم. 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 ومم. ابووسي أحبت التفاعل معك. وانتناعني. مم. أحسنت. أسساعد لكم. أسمعني يا. أحمد، ما تقولني. أجل نحب إلى جمعي. والحالي الأفريقي. لكن هنا قاموا بأن تسمحني. ومم. إذا لم يجبني اتصال. اسأل له. أعرف عن الأدوان الذي يسأل على وضعك. ما هذا يجب على التلفون؟ انت عندك عندك غارديان موجود وعبر قالك نحب نرجع ونعمل جمعيتي في الظرف النقطة المهمة مختار انه تعرف نادي الفريقي اذا كانت تحب تجيب غارديان يجب ما تفسخ الواحد انت دابعت اللي صارت في الصيف احمد ديوح طيب غير تجييد عقد معناه مكش ملزم باش تفسخ اللاعب واحد اخ تمو هذا السؤال انت تجييد عقد وهذا عاتيه كفونتاج وولد جمعيتك ويحب النادي الفريقي وفي الاسنف الشابة الكل متعدي بها وماخدهش فرص وبش يرجعلك بقرين تاوخلا ما منمسوش راو الحارس الاول يا احمد اللي موجود تاوه استابل معناها لحقيقة معنا بش تكون موجود راك مكش بش تابت زيدا راك مش طلع فهمتني يا احمد شنقصد نعم ناجع نقو ناجع نحارب على بلد صحيط على قل الثاني مكش السادس الكلام باي انت رغم اللي صارلك اسلام وطلقاه يحكي بالحرقة هذي عالنادي الفريقي هو موجود البره ويرا في بلاستو ولحقيقة انا بيرسونيل مو يمكن احضرت مرة معاكم في استاج في الحمامات الذكر احمد ومعاكم مهل كنزاري صدقني من الجوارات اللي مهر مكتعرفوه مع عمرو معناها تربطني علاقة بمهر ما يجبتش وانتي تعرف علاقة مهر بالجوارات معنا عمرو ما يمدح جوار قال لي صدقني وهو مزيل جوار راو احمد قال لي هذا مستقبل جارديان في تونس قال لي ذا كان لو كنو بتحافظ عليه لذا اخويا هوا مساج سيهايك التخيل لولا يدهو الداخل معنا وقار راني مستعد ما نش نقعدو في نسئل عليه اللهم اللهم انا احمد اذا كان ما تمش الاتصال بيك توا ما نعنى الحقيقة فما نكون قاعد موصل لي مناش حاجات ما نعشنا باكش الرئيس عندو في حاجة في مخه لك من الكالكانتبات لكن على علمي على علمي صدقني مالكنزاري شكر لوليد على جميع المستويات ومالكنزاري يبدو لي كان يحب يجيبك الاستادة في الصيف تحيح تحيح وانتسار انتي سالو وليه وكان حاب يجيبك قبل نذكر للسيابي تذكر للسيابي قال يراني مذابية وطلب من نهاية النادي الافريقي تسريحه ورفضت أنا شنقول أحمد كمل ترين على روحك يا غادي النادي الافريقي إن شاء الله إن شاء الله سيد هايك تخيل بش يتصل بك إن شاء الله هنقول معناش حتى خيار وأنا حتى لو كان ما فهماش تجديد عقد يا سيد نحط أحمد العبيدي ما عندوش تجديد عقد وعندك كفارة ذيت مش ترجعه بعقد جديد ركني تحكي على حراسة المرمى روهم لك ما يجوار أسليم أب نفهم حاجة معاك مروين تاج أحمد حبل إطوال ليه أحمد ليه 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 أنا نعرف اليوم إنتي كي خرجت خرجت موجوع من نادي الافريقي واليوم إنتي متواجد في فرنسا وقاعد عندك كوتش بريفي رمز ما متعمل شكل بريسيون كبير وعندي جماعية في جانفي وعندي كذي وحنا كم لعبين ونعرفوا كل شيء متحطش بريسيون ذي أخوي أنت مزيد صغير ونعرف كل شيء وماذا بيكترش على نادي الافريقي مايش هيدا اللي حكاية الليوم عالمسؤولين اللي في نادي الافريقي إخي مهمش قاعدين يأخذوا في الاكزامل متاع جرجيس تاو غارديان قضي عمرك تاو انتي أخوي نادي الافريقي هل تتكلم عنه الافريقي في صورة ما بشي يسحوله كيفية غانتصورين شوف معنتها فم عقليا كيفيش قاعدين يسيروا في اليكيبات يتفون موش بشي تكلف عليك برش معانتي تارضاها تمشي تاو جيب غارديان هو فم تسيرت مع غارديان واحدة اخة فم تتكلم عن كيف قاعدين يحكيوا مع هذا فم المفاوضات معه شكل وارحي راوة الجامعية موش بشي تكلف برش لم يفوتش حتى خمسين الف دينار لن يتفون مقرفو في العام يمدون فيه في شهرية في ملاعبية يجيبوا فيهم يترانجية واسمعني اخوي راوة اقولك وربا بذرتين نفعه ممكن اسابة للمعزة حسن راكي تنجح من عريق النقاك الحرس الاول في النادي الافريقي ما كنتي تذلمني ياودي اخوذوا الاكزامبل يا مسؤولي قاعدين سيروا في الكورة التونسية راوة كما اقولك ولدها فوق ظهارها وهي تلوج شوفوا الاكزامل بتاع جرجيس حمزة شجير حمزة لاشيقر شوفوا الاكزامل يلعب الملعبية النادي الافريقي بسنينة والجيبري جيبري تراجي ملعبية الفيرق قذومة يا مختار شوفوا اليوم جرجيس متصدر المتصدر الولانية يولاد عليها هك ان مش نجيب في عبيدي يتروجيه يخلص يخدو بالعملة الصعبة نحكيلك احمد العبيدي قالك 6 سنين ملعبتش 6 سنين سنيون ملعبتش ملعبتش هنا عاد زيدا هو عنده وزيدا تفكيره متاعه يقولك اذا كان انا نرجع للنادي الافريقي فما ليفر وبعد يبرى المغزاوي واضح ولا ويجيبو لي غارديان اخر ابش نرجع الرابع انا ولا ثالث تبقى لي نفس الاشكالية معانا زيدا هو بش يدرسها هذه الاشكاليات انتي كنت في المنتخب الجامعة نتصور عندك علي فكرة احمد العبيدي كنت في المنتخب زاد نعرفه ايه نعرفه في المنتخب الشبان انا في المنتخب الكابر اما نتفك انا بالنسبة لي انا مش نخرج من اللي كنت تتحكي في تومة نوعه شوية انا نتصور انه الحظ وهو مروين يعرف الحظ راو مهم برشة في كرة القدم انا حسب رايي بستة سنين موجود في المنتخب بشي برية عام بنجردين وكي متقلق بنجردين انا حسب رايي الحظ مهم الكرة فيها حظ فما ملعبية وما عملوا شي نحطه هو ونحط حارس مميش حارس تراجي اللي اصغر منو كذا اخذ فرصتو جاتو شكرا لو اعرك العام جاتو فرصة باش لعب فاك بلاستو انا حسب رايي اليوم غايث ليفرني اخذ فرصتو في ندي الفريقي انا لو كان جيت مسؤول في ندي الفريقي ولا مدرب نجيب له نسحح له كما قالك ما يتكلف حد شي ونلعبه اليوم في ندي الفريقي عندك الحظ وانك عندك دفاع متمسك واستابلوا يلعب ما بعد اللعب والقردين اشوفوا اشي يعطيه اعطيه فرصتو يلعب زوز 3 متشويت وشوفوا لا على تعمل كيمة تراجي اش عملت اعطاتو فرصتو اخذت الريسك ويقبل بونت ويغلط الغلطة لولة والغلطة ثان لا اراوا القول المسيرة متاعه وتقعد عشرة او 12 و 15 سنة ويفوت الملاعبية بتاع التيران فهمت لانو تعمل عليه وتبني عليه فريق ندي الفريقي اليوم بحاجة لشياغ غايث اليفرني مع كامل حتي رمتي لي ما تصورش النادي الفريقي اليوم تنجم تبني فريق على غايث اليفرني ما تصورش قاعد يعم في ماتشويت بهين خمسة ماتشويت كلينشيك اخرج برشة برشة ويقعد يلعب برشة اليوم جيتك فرصة باش تاخذ ملاعب عمره 23 سنة وتعطيه فرصتو اعطيه فرصتو شوفو ينجح يرجو الفرصة بلال بلال نحن في وضعية نحن هنا نادي الفريقي موجودين هنا غايث اليفرني الحارس الأول الحقيقة في وضعية لازم نشجعوه باعتبار مع ناس شواء ليس حتى مع ناس شواء بلال قاعد ماتشويت خمسة ماتشويت لعب خمسة ماتشويت محترمة علي علولو ناطق الرسمي للنادي الفريقي اخرج وحكا وقال راني طو من نجم نحكي على حتى غارديان وطوك اليفرني متقلب لكن هنا هنا فما كان في تونس معنى احمد العبيدي يعدي جميع سناف المنتخبات الشابر ومبعد يوصل السينيور تخرجو الفرنسا يترينه واحده ما ترى كان في تونس بلال المسؤول بلال المسؤول يجبو يحميه لكن الناس كهو وقت اللي كان المغزاوي مش مضروب ومعنس في الكاش كان يخمم في غيث اليفرني اليوم هذه لغة اليوم حتى غدوة كان يهابط العبيدي ويعملو كعشرة ويقول لك جاب ربي وكانت اشتمركي الوبودة نستطيع نكمل معك انتي فابت على الحاسة الفنية عندك فكرة عليها عندي فكرة عليها احمد العبيدي احمد احمد كان معك ذيام معتوقي في الديفون صحيح نذكره نتفرجه بكدي ونعرفه وتبعته حتى في التمارين نمشي البرك نتفرج التمارين نمشي البرك بتاع الترجي نمشي البرك بتاع الساد فنيين وحتى خارج الميدان مش صحيح اللي عنده مشاكل ونعرف انا قريب للمداربين والاصحاب والأصدقاء دونك اذي حاجة حاجة ما ما هيش بش تكون ابستاكل اللي هو بش يعني ينجم يجدد مع النيدي الافريقي حاجة اخرى هو ولد النيدي دونك يعرف النيدي ونجم يتأقلم بسرعة حاجة ثالثة يعني ما هوش بش تكلف برشة فلوس على النيدي دونك يعرف الانبيونس يعرف الاصحاب متاعه والولايدي تتكلم بحرقة دونك يحب يرجع هو تو موجود في فرنسا يحب يخلي فرنسا ويرجع النيدي متاعه ويقدم الاضافة ويحارب على البلسة متاعه حاجة اخرى نتصور بالنسبة للهيئة متاع النيدي الافريقي كونه عنده ثلاثة اربع مالفات متاعه دونك هذك علاش بتاتر ما كلموش السيد هيك الدخيل ممكن حب ياخذ اللوقت متاعه وقت ليتكلموا وتكون حاجة كون فيرمي يعني بشيكلموا يجي اخويا قود الطيارة هاي البيئة وغدا تكون في تونس فامني اما بشيكلموا قولوا شنو وضعية متاعك نتصور مزال بكري شوي نتصور واثون جمع عاشر ايام يتخذ القرار خاطر فرم القرار زده المدرب ياخذ القرار بتاعه مدرب الحراس كيف كيف نوك بشتشير استشارة بين الجميع اللي اتراك الاطراف كسوال الادارة وقلا للسطاف تكنيك وبشيخذوا لشوالي بشيكون مهم بالنسبة للدفريق اليوم اكلمنيك تتولي فيك سعفة العصرغة ورد بيلك اسمه خلي اعطي لو لوي الجامعيتك كرام واضح اعطيك صاحة شكرا لك شكرا لك احمد على تدخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله بقيت مسيرتك سوى رجعت للدفريق وانا من ابويب اخرى فقط يتفعل معنا ممزي بالغربية يقول لنا ذيال معتوق ليعب السيابي سابق ليعب في قيبس حاليا بيمشوا فاصل الموزيكة وبعد نرجع نكمل اخر جزء من حسنا اليوم